في عنده اثيارين او عم يمر بمفترق طريق حاليا وعم يحاول يختار او يوازن او يعادل بين شيئين ممكن بينك وبين الشغل ممكن بينك وبين شخص اخر ايضا طيب نشوف شو هي طاقتكم المشتركة حاليا وشو ممكن يكون بعض من اسباب الخلافات اللي بينكم حتى تفهم الوضع اكتر ففي شخص او في عم تحسوا انه انتو مرفوبين من قبل الطرف الاخر انو الطاقة هاي مشتركة فانت عم تحس بالرفض منه وهو ايضا عم يحس بالرفض منك عم شوف انه انتو شوي مشوشين تجاه بعض ما في عنكم طريق واضح في عندكم عم تشتغلوا على العلاقة ولكن ما في عندكم شراكة بالشغل يعني كل شخص عم يشتغل مجهود شخصي او مجهود انفرالي عم تحس انه بدك يكون في شراكة اكتر بالعلاقة بس الوضع بينكم مرات بيكون ايجابي ومرات بيكون سلبي متقلب كتير لانو مرات الوضع بيكون كتير منيح عندك في سان كارد من افضل الكروت بالتاروت ولكن مرات في عندكم بيصير رفض لعروض الحب او رفض لتقبل العواطف بينكم في ايضا عندكم كتير اهتمام بالسلطة او كتير يعني في شخص او ممكن انتو الاثنين بتحاول انه تمشوا كلمتكم قدر المستطاع في عندكم نزاع على السلطة انتو هو طيب نشوف خطواتك في المستقبل او ما هي خطوتك المستقلية همشوفك همتركز اكتر على هم على وضعك العائلي على عائلتك على اهلك همتحاول توفر لهم متطلباتهم ايضا همتشوف انه ممكن اذا انت بعيد عن البيت همتحاول انه اذا انت بسفر مثلا بعيد عن البيت همتحاول انك توصل الى عائلتك او بالمستقبل للبعد منهم تفكيرك رح يكون باي علاقة بتفوت فيها تفكير انه بدك تستقر او بدك تلتزم مع شخص من اجل انك تستقر لانه انت ايضا بتحس انه او رح يجي شخص بحياتك بالمستقبل مع انه رح يكون في بينكم شوي نزاع بسيط بالحكي ما في صراحة تام رح تكون الا انه انتو رح تنظر لهالشخص وكأنه سولميت او رفيق درب عم شوفك بالمستقبل ايضا شوي منغلاق رح تكون او منعزل لانك عم تبحث عن اجابة لاشي معين ايضا عم شوفك رح توفر الناحية المادية او رح تكون متحفظ اكتر بمشاعرك يعني مش رح تتسرع ولا رح تتهور لو في شخص جديد رح يفوت بحياتك عم شوف انك تتأنى باختيار القرار بينك وبين هالشخص عم شوفك عم تركز على الجهة الروحانية وايضا على الجهة المادية لانه في عندك كتير مخاوف ما عم شوفك تتسرع باتخاذ القرار طيب نشوف طاقة الحبيب او طاقة الشريك في المستقبل نبين انه حبيب او الشريك اللي عندك كتير رجد او بيحب يمشي على نمط معين ممكن يكون مش مرن عقليا او مش كتير متقبل لآراء اخرى فعم شوف انه هو بالمستقبل رح يركز اكتر للناحية انه كيف يكون مرن اكتر كيف يتقبل افكار اخرى اكتر ايضا عم شوفه فيه عم يحاول يتخلص من عادات سيئة هالشخص وهو بيشوفها بحاله عم يحاول يبعد عنها قدر المستطاع عم يحاول ايضا يبحث عن عن انه مرات بيحكم على العلاقة بطريقة كتير جدية وطريقة كتير كتير حادة ايضا هالشخص طلع عنده نفس الكرت اللي عندك هون فهالشخص ايضا بينظر للك بالمستقبل بيشوفك او بده نوع من الارتباط معك نوع من الالتزام معك ايضا الشخص اللي عم تتعامل معه في المستقبل بده بداية جديدة عم شوف عنده ايس اف واند فهو بيطمح الى بداية جديدة بينك وبين هالشخص ممكن هو ايضا يمر بمرحلة انه لازم يختار شيئين او ياخد قرار بين شيئين معينين شغل او او بين شخصين معينين لكن عم شوفه بالمستقبل بده يتواصل معك اكتر بده العلاقة بينكم تتطور اكتر او يكون فيها انفتاح اكتر تقبل اكتر نشوفه بحاول يكون بالمستقبل مرن معك اكتر طيب نشوف طاقتكم المشتركة في المستقبل شو هي في عندكم تغيير رح يصير انقلاب تام للامور يعني اذا انتو مش عم تحكوا مع بعض حاليا او بفترة انفصال البعض منكم اللي بيحس انه العلاقة مش رح تتصلح ابدا او ما فيه لها نهاية او مستحيل انه اكون مع هالشخص هالكرت بيحكي متل تغير 180 درجة ايضا فيه عندك ايس اوف وانز نفس هالكرت يعني فيه عندكم بالمستقبل بدايات جديدة الوضع بينكم في المستقبل رح يكون ايجابي اكتر من هيك اكتر من اللي انت عم تمر فيه حاليا برغم انه انتو مريتوا بصعاب بالماضي وكان فيه بينكم كتير لخبطة بالماضي وكتير تقلب بالعلاقة الى انه بالمستقبل فيه عندكم بدايات جديدة بالعاطفة برج الحوت ايضا قبل ما تكمل بدي احكي لك شو الابراج اللي ممكن عم تتعامل معها ممكن عم تتعامل مع برج لاية برج مائية برج هوائية ممكن عم تتعامل مع برج الميزان او برج الجوزاء برج الجدي ايضا ولكن ممكن يكون اي برج اخر انا دائما بنسى احكي الابراج لانه بركز اكتر على الطاقة انه ممكن يكون مش نفسها الابراج اللي عم بحكيها ولكن الطاقة اللي عم تطلع من هالشخص هي هالطاقة اللي موجودة عندي فنكمل طاقتكم المشتركة برغم الصعاب اللي مريته فيها بالماضي الى انه عم شوف فيه تطور كتير ملحوظ في المستقبل ايضا فيه تواصل سريع رح يصير بينك وبين هالشخص وفيه عندكم رح يصير نضج كتير من الناحية العاطفية يعني بالماضي ممكن الوضع بينكم كان لخبط اكتر ومتقلب كتير بالزات من ناحية برج الحوت لانه عندك nine of swords فانت كنت كتير فيه عندك مخاوف تجاه الشخص تجاه هالعلاقة عم شوف فيه عندكم نضج عاطفي اكتر بالمستقبل فيه تواصل سريع رح يصير بينكم فيه تفاهم اكتر رح يصير بينكم بما ان الطاقة هاي مشتركة بينكم فانتو رح توصلوا الى نوع جديد من البوندين او نوع جديد من الترابط بمعنى انو انتو رح توصلوا الى مرحلة تكونوا فيها مستعدين الى انو اتواجهوا مع بعض التحديات اللي ممكن يعني تيجي فيه طريقكم اوكي حبايبي برج الحوت معليش كانت قراءة قصيرة ولكن الكروت عندي كتير كتير واضحة يعني ما حسيت انو فيها اي اشي بحب اني وضحه اكتر او اتعمق فيه اكتر يعني الطريق عم شوفه او خطواتك وطاقتك كتير واضحة مع هالشخص الاوراق كتير بتركب مع بعض كتير واضحة اوكي حبايبي برج الحوت فهاي كانت قراءتي لبرج الحوت بتمنى انو قراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تخطلي لاكو كومنت شير وسبسكايب وتفعل جرس الانبار لحتى يوصل لك كل جديد